إلى ذلك يجتمع كابينة الحرب الإسرائيلي مساء اليوم لبحث صلاحيات الوفد التفاوضي الذي يتوقع يغادر إلى الدوحة صباح غد الاثنين برئاسة رئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن اجتماع اليوم كان من المخطط أن يتم مساء السبت إلا أن رئيس وزراء الاحتلال قرر تأجيله ما دفع وزير الأمن يؤف جالانت إلى عقد جلسة بديلة مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية لبحث صفقة التبادل والموقف من مقترح حركة حمس